السلام عليكم اهلا بيكم في مطبخ موني النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا خالية من الجلوتين هننسى بيها البيتزا خالص هنعمل فطيرة شرقي باللحمة والزاتون مناسبة للكيتو دايت والمرضى السكري المتبعين لنظام الكيتو والمرضى حساسية الجلوتين هنعملها من غير دقيق خالية من الجلوتين والنشويات طريقة تحضيرها سهلة وطعمها اكتر من رائع يلا بينا نشوف طريقة العمل دلوقتي انا هبدأ بالطريقة على طول هجيب توصة وشغل نار البتجاز على نار متوسطة وهبدأ اني اعصق اللحمة المفرومة اي كمية لحمة عندكم وممكن تعملوها بالفراغ اي انا معايا هنا حوالي 150 جرام من اللحمة المفرومة ولو تلاحظوا انا محطتش اي مادة دهنية وكمان محطتش لا بصل ولا توم انا هكتفي بالدهون الموجودة في اللحمة وهي هتتعصق معنا وهتبقى زي الفل اي هنقلبها كده باستمرار لغاية لما لونها يبدأ ان هو يتغير وبعد كده هبدأ احط عليها الاضافات التانية لو عايزين تشوحوها مع بصل او توم زي ما انتوا عايزين بس هي كده خفيفة اوي اي بعد ما بدأ لون اللحمة يتغير معنا بالشكل ده معايا هنا نصف ارنفلف الرومي مع الطعام وكعبات اي هضيفو دلوقتي مع اللحمة وهقلبهم مع بعض وبعد كده هنبدأ دلوقتي ان احنا نضيف البهارات طبعا حطوا البهارات اللي انتوا عايزينها انا هحط دلوقتي حوالي نص معلقة صغيرة من الملح وهضيف كمان رشة بسيطة من الفلفل الاسود انا حطيت ملح الهملاية اه لو ما فيش ملح الهملاية ممكن تستعمله اي نوع ملح انتوا عايزين اه دلوقتي طبعا كل شوية بنشوح كده اللحمة علشان ما تنشفش وفي الوقت ده برضو بنكمل ان احنا نحط باقي البهارات اه حط دلوقتي رشة بسيطة كده من الكزبرة الناشفة وكمان رشة بسيطة من البابريكا حطوا البهارات اللي انتوا عايزينها وهضيف كمان رشة بسيطة من القرفة انا بحب قوي اللحمة المفرومة يكون عليها قرفة وجنزبيل بودر اه وكمان دلوقتي هرش رشة بسيطة كده من الجنزبيل البودر وطبعا مع تقليب مستمر على طول واللي هيدينا بقى الطعم القريب قوي من البيتزا هو الارجانو او الزعتر البري فانا حط دلوقتي رشة بسيطة من الارجانو ولو مفيش ارجانو ممكن نستغنى عنه خالص مفيش مشكلة بس هو هيزبط معنا الطعم قوي دلوقتي كده احنا حطينا تقريبا البهارات كلها هنقلب بقى كده خلاص اللحمة استوت معنا هنضيف بقى دلوقتي اخر حاجة معنا وهي الزتون انا معايا هنا شريح من الزتون الاخضر ممكن تحطوا زتون اخضر او اسود زي ما انتوا عايزين هنقلبوا كده تقليبة بسيطة مع اللحمة وهنقفل عليها بقى النار ونروح نجهز القاعدة بتاعة الفطيرة انا هعمل القاعدة بتاعة الفطيرة على طريقة الخبز المنقذ وانا عملته في فيديو قبل كده ده خبز مشهور عندي اوه في القناة احطركوا الرابط بتاعه في صندوق الوصفة انا معايا هنا طحينة خام مناسبة للكيدو وفلفل اسود وبيكن باودر ومعايا ملح هيمولاي وخل تفاح ومعايا مربعات من الجبنة 3 مربعات وكمان 3 بيضات كبار هنبدأ دلوقتي نجهز الوصفة علشان نسهل على نفسنا نجيب محضرة الطعام او الكبة واحط فيها دلوقتي البيت 3 بيضات كبار يعني علشان يختلطوا مع بعض بدل ما نقلب بالمضرب فنستعمل الكب على طول وبعد ما حطينا البيت هنضيف دلوقتي الجبنة 3 مربعات من جبنة المراعي ولو ما فيش النوع ده ممكن ان احنا نستعمل جبنة اريش او تستعمله لبنة على حسب المتاح عندكم كله هيبقى حلوة اوي في الوصفة وزن المربع الواحد 18 جرام وانا استعملت 3 مربعات دلوقتي انا هحط حوالي نص معلقة صغيرة من خل التفاح العضوي ولو ما فيش حل التفاح عضوي حطه خل ابيض وهنضيف كمان دلوقتي رشة بسيطة من ملح الهملاية مش هنقطر الملح لان حطينا في الحشوة ملح وهنضيف كمان رشة بسيطة من الفلفل الاسود ودلوقتي بقى هنشغل الكبه لغاية لما البيت والجبنة يختلطوا مع بعض الاول لازم نخلط البيت والجبنة الاول منضفش الطحينة عشان لو ضفنا الطحينة الاول هتخلي القوام سميك والجبنة مش هتطفرن معانا ناعم دلوقتي بعد ما خلطنا كويس قوي البيت مع الجبنة بالشكل ده هنبدأ دلوقتي نضيف الطحينة انا عملت معاكو قبل كده طريقة عمل الطحينة المناسبة للكيتو دايت هحط لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصفة الطحينة يا جماعة لها اسمي تاني اسم الراشي او الرهش دلوقتي انا هحط بمعيار معلقة الطعام خمس معالق كبار مليانين من الطحينة الخام وهنرجع تاني نشغل الكبه علشان الطحينة تختلط كويس مع البيت والجبنة خلاص كده بتكون جاهزة معانا بيكون معانا الخليط سائل بس تقيل شوية بالشكل ده وطبعا كالعادة في مطبخ موني دايما اماني بتنسى تحط البيكن باودر بفتكره في اخر لحظة الحمد لله يعني فدلوقتي هنحط بمعيار معلقة الشاي معلقة صغيرة من البيكن باودر ممكن نضيفه في المرحلة دي او في اي مرحلة مفيش مشكلة هضيف دلوقتي بمعيار معلقة الشاي معلقة صغيرة من البيكن باودر وهنقلبهم كده مجرد بس ان هو يختلط مع باقي المكونات دلوقتي خلاص الخليط بتاع القاعدة بتاعة الفطيرة جاهز معانا هنجيب بقى دلوقتي صانية اللي هي صانية البيتزا مقاس 24 ونحط عليها دلوقتي ورق زبدة ولازم نستعمل ورق زبدة يكون نوع نضيف وهنبدأ دلوقتي نحط الخليط بتاع الفطيرة بيكون معانا القوام بالشكل ده تقيل بس سائل وهقول ملحوظة صغيرة قوي لازم نستعمل صانية بيتزا او الصانية اللي انت تستعملها تكون بالمقاس ده علشان الحجم بتاع الفطيرة بيتضاعف فهيا لو انتوا استعملتوا صانية اصغر هتستوي من الاطراف وهتكون معجنة من النص فلازم تستعملوا مقاس مناسب من الصينية انا هنا استعملت صينية مقاس 24 دلوقتي بعد ما حطيت الخليط بالشكل ده هنبدأ بقى نفرده ونوزعه كويس كده هنملة بيه الصينية كلها وطبعا في الوقت ده انا شغلت البوتاجاز الفرن بتاع البوتاجاز علشان يسخن معانا ما تنسوش المرحلة دي لازم يكون الفرن سخن كويس قوي دلوقتي بعد ما وزعت الخليط كله بالشكل ده هنبدأ بقى نحط الحشوة الحشوة اللي احنا عملناها في اول الفيديو كده من اللحمة المفرومة والفلفل والزاتون هنبدأ بقى دلوقتي نوزعها بالطريقة دي كده نملة بيها السطح بتاع الفطيرة خالص بالشكل ده وخلاص كده بعد ما حطيت الحشوة بتاعت اللحمة المفرومة والفلفل والزاتون بتكون جاهزة معانا دلوقتي ممكن ان انتو تدخلوها الفرن على طول او تحطوا اخر ططش بقى اللي هيدي طعم حلو قوي وهو الجبنة الموزاريلا انا هحط دلوقتي على الوش جبنة موزاريلا مش كتير يعني بس هنغطي اللحمة المفرومة من فوق انا بستعمل هنا جبنة موزاريلا المراهي كاملة الدسم وهو نوع كويس جدا ومناسب للكيتو دايت وممكن كمان تستعمله نوع تاني اسمه بينار برضو حلو قوي ده بالنسبة للناس اللي عايشين في السعودية دلوقتي انا هوزع الجبنة الموزاريلا على الوش بالشكل ده وبتكون دلوقتي الفطيرة جاهزة معانا ان هي تدخل الفرن وزي ما قلتلكم بتدخل على فرن سخن كويس قوي بتدخل دلوقتي على فرن سخن على درجة حرارة 180 ودلوقتي بقى هنشوف الفطيرة وهي جوه الفرن بتكون معانا كده طبعا حجمها الضعف بتقعد في الفرن من 15 ل 20 دقيقة او لغاية لما تبدأ تتحمل من الاطراف بنشغل الشوية علشان نحمل الوش بتاعها وبتطلع معانا بالشكل الجميل ده بتقعد في الفرن يا جماعة بأكد عليكم من 15 ل 20 دقيقة ودلوقتي بقى هنقدم الفطيرة وهنبدأ ان احنا نقطعها وانا قدمتها بالطريقة البسيطة دي بصراحة سبتها فوق ورقة الزبدة وشلت بس الاطراف الزيالة من ورقة الزبدة علشان تكون معانا شكلها حلو ودلوقتي بقى هنبدأ نقطع الفطيرة طبعا قطعوها بالطريقة اللي انتوا عايزينها ممكن تقطعوها مربعات او طعام وسلسات زي البيتزا زي ما بعمل كده زي ما انتوا عايزين ودلوقتي هنشوف قطعة من الفطيرة شايفين ما شاء الله جميلة جدا ومتمسكة وكمان ريحتها تحفة وطعمها اكتر من رائع جربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبك اوي وكده قدمت ليكو احلى واجمل فطيرة باللحمة المفرومة والزاتون مناسبة للكيتو دايت والمرضى السكري على نظام الكيتو وكمان مناسبة لمرضى حساسية الجلوتين من غير اي نوع دقيق خالية من الجلوتين والنشويات ما تنسوش تعمله لايك وشير للفيديو وبالف هانا وعافية